السلام عليكم. مرحبا لمتسبعي قناة الحمدي. اذا ان شاء الله من خلال هذا النهر دا. غادي نتعرفوا جميع لكيفاش نقدروا نكتبوا مقدمة في مؤلف ظاهرات شعر الحديث. وفي الاخير ان شاء الله غادي نعطيكم مقدمة جاهزة. انطلاقا من هاد المواطعيات اللي غادي نعطيكم ده. اذا الناس اللي بغا تعرف كيفاش غا تكتب هذه المقدمة. فمارحبا بها تبع معي الخطوات. اما الناس اللي بغا علي مقدمة واجدة. فبامكانها انها ترجع الاخير ديالفيديو غا تلقى مقدمة واجدة. اذا فآآ غا نطلقوا يعني هاد السؤال هادا كيفاش كيجي لنا في الدرس المؤلفات او لا فين كيجي تحديدا وفقاش غادي نعرفو كيفاش مثلا نكتب المقدمة او لا آآ ما نكتبهاش يعني كينك يقول ما انا ما نكتبهاش. غادي نجيبكم ان شاء الله آآ فهذا الحلقة هذي. اذا لاحظوا معايا هاد النموذج دا ديال الامتحان شنو عطاونا انا اعطانا وضع المؤلف في سياقه العام. اذا هنا مني تنقصدوه او لاش نقصدوه بوضع مؤلف في سياقه العام اي مقدمة عامة حول آآ مؤلف آآ ظاهرة الشعر الحديث. ولكن شوفوا معايا النموذج التاني ما اعطونا شو وضع المؤلف في سياقه العام. اعطونا مباشرة ربط القولة بسياقها داخل المؤلف. اذا واش هنا ما غاديش نكتبه المقدمة وهنا غا نكتبه المقدمة. لا بجوجهم غا تكتب فيهم المقدمة. علاش? لان شنو انت يعطي هناك يقول لك بان اه اكتب موضوعا متكاملا. انا شوفوا اوتاني ايضا اكتب موضوعا متكاملا. مما يعني ان خاص تكون لدينا مقدمة ويكون لدينا العرض وتكون لدينا الخاتمة. اذا بجوج ديال النموذج خاص ضروري تكون مقدمة. وخاما ما يعطيكش متلا وضع المؤلف في سياقه العام. لابد انك تكتب مقدمة عامة. ده ما غادي ندوزو. داش نعرفو. شنو هي العناصر اللي خسنا نذكره في المقدمة طبعا باش تكون مقدمة صحيحة. اذا لابد عدنا جوج العناصر الاساسية. عدنا تعريف ديال المؤلف. وعدنا التعريف ديال المؤلف. حنا غادي نشوفوها. اذا عدنا التعريف ديال المؤلف. شكو نكتب هاد ظاهرة شعر اه الحديث. اذا شكو نكتبها هو احمد المعدة والمجراطي. احنا نعطيه نبدأ على الحياة دياله. اذا ولد احمد المجراطي في الدار البيضاء سنة الف وتعمية ستواتلاتين. طلق درسته بين الدار البيضاء والريباط ودمشق. ودرس بكل من جامعة محمد بن عبد الله بفاس وجامعة محمد الخامس بالريباط. اه اعتبر من المؤسسين لحركة الحدثة الشعرية بالمغرب. فاز بجائزة ابن زيدولي الشعر الذي منحها المعهد الاسباني. التي منحها المعهد الاسباني العربي للثقافة بمدريد عام الف وتعمية وخمسة وتمانون. كما فاز بجائزة المغرب الكبرى للشعر سنة الف وتعمية واثمانين. توفي احمد المجراطي سنة الف وتعمية وخمسة وتعين مخلفا وراءه. عطاءا متميزا في الشعر والنقض والتدريس. اعطينا نهدى عامة الحياة ديال المؤلف. ده بغا النزو تعريف ديال المؤلف. هاد ظاهرة الشعر او هاد الكتاب هادا شنو هو? مناش كتكون اهل الشيء ده نعطو اه يعني اه نهدى عامة. اذا اعتبروا كتاب ظاهرة الشعر الحديث دراسة نقدية تتبع ما صار تطور الشعر العربي الحديث. والبحث في العوامل التي جعلت الشاعر العربي الحديث ينتقل من مرحلة الاحياء شنو ده لنا البحث في العوامل البحث في العوامل التي جعلت الشاعر العربي الحديث ينتقل من مرحلة الاحياء اي احياء النموذج والذات اي سؤال الذات الى مرحلة التحرر من قيود التقليد اي تكسير لبينيا وتجديد الرؤية. مع رصد العوامل والتجارب التي غادت تجديد في الشعر العربي. اخوان الى فهمتوا ظاهرة الشعر الحديث كونوا اكيدين على انكم غد ضبطوا احياء النموذج وسؤال ذات وتكسير لبينيا وتجديد الرؤية. اذا هاد دائرة الشعر العربي الحديث فهي مهمة ومهمة بزاف. اه اه كانت منها حقيقة انكم تبدأوا بالمؤلف واللول. اذا على مستوى المضمون من خلال تجربة الغربة والضياء وتجربة الموت مع ما ميز كل تجربة من مظاهر وخصوصيات. هذه ندزو الى مستوى اخر. على مستوى الشكل والبناء الفني. اه في اللغة والصياق واليات التعبير وخاصة الصورة الشعرية والاسس الموسيقية. ويحتوي كتاب ظاهرة الشعر الحديث على اسمحنا ميتين واحد وسبعين. انا اخطأت صفحة من الحجم المتوسط ويضم كذلك قسمين رئيسيين. القسم الاول بعنوان شنو جدرنا هنا يا قسمنا او لا شنو هما الفصول اه اه ديال ظاهرة الشعر الهاديث. اه القسم الثاني بعنوان نحو الشكل الجديد. اما عدد الفصول فهي اربعة وهي الفصل الاول تطور تدريجي في الشعر الحديث. هذا هو لكن قسم نحو مضمون ذاتي ونحو الشكل الجديد. اه الفصل الثاني تجربة الغربة والضياع. الفصل الثالي تجربة الحياة والموت. الفصل الرابع الشكل الجديد. اذا الاخوان المقدمة تنجيبوها منطلاقا من تعريف ديال المؤلف. ونبدأ عما عن المؤلف. هنا سنجيبوه المقدمة ديالنا. اذا ده بغض نزلكم باش نعطيكم مقدمة جاهزة منطلاقا من هذه المؤشرات او المعطيات اللي قدمنا دابا. اذا شوفوا معي. تعتبر او يعتبر كتاب ظاهرة الشعر الحديث دراسة قضية تتابع ما صار تطور الشعر العربي. والبحث في العوامل التي جعلت الشعر العربي ينتقل من الاحياء والذات. الى التحرر من قيود التقليد. مع رصد العوامل والتجارب التي غادت تجديدة في الشعر العربي. وذلك بالتركيز على المضمون والشكل. وما لحقتهم من تغيرات. ويعود هذا المؤلف لأحمد المعداوي المسجاطي. وهو شاعر مناقض مغربي ولد سنة 1936 وتوفي سنة 1995. ويعتبر من الرواد والمؤسسين الكبار للشعر الحر او المسمى بشعر تفعيلة. فما هو سياقه? اذا كنا يقول لي يا هادا الاسئلة مين تنجيبها? الاسئلة الاخوان تنجيبها انطلاقا من من الاسئلة اللي اعطوناهما في السؤال شوفوا معي هنا تحت هنا يا. اذا فما هو سياق هذا المؤلف هذا القولة داخل المؤلف. ها هو ربط القولة بسياقها داخل المؤلف طرحناها على شكل سؤال. وما هي اهم المعالم معالم تجديد التي ميزت الاطار الموسيقي للشعر الحديث? ها هو اهم منهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة وضاهرة الحديث. اذا شنو الهدف كما قلت لكم عيني من هذه الاسئلة وكما نقول لكم دائما في المقدمات. الهدف منها هو ان نجاوب عليها في العرض. لكننا غنطرحوش اسئلة ما غاديش نجاوب عليها في العرض. فما كيلش اننا انطرحوها. اذا اخوان اتمنى على انكم تكونوا فهمتوا طريقة لتنكتبوا بها المقدمة. فماشي كما قلت لكم دائما اي مقدمة فهي صالحة انها تكون مقدمة لظاهرة شعر اه الحديث. اذا ان شاء الله في الحلقة الجاية غادي نعطيكم كيفاش نربطوه القولة بسيقها اه اه يعني با ربط القولة بسيقها داخل المؤلف. طبعا. اذا باش نعارفوه مثلا ونشوف الفصل او القولة كنت درجة دائما للفصل الولى والفصل التالت او للفصل التالت او للفصل الرابع. هاتش ان شاء الله اللي غادي انا غنهضر عليه في الحلقة التانية. بطبعا اه بسرح مبسط يعني اه اه ودقيق جدا. اذا اخوتي اتمنى لكم حظ موفق واي للحلقة القديمة ان شاء الله.